بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِّمْ رَا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق وذاتن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل لا يتلعلكم ببقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وغير صنوان تسقى بماء واحد تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لهم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولوا أهذا كنا ترابا منا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون ويستعجنونك بالسيئة قبل الحسنة وقلخلت من قبلهم المثلات وإن ربك لهم مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أوسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء منكم من سر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وساره بالنار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من واره هو الذي يريكم البرخ خوفا وطمعا وينشئ السحابة اتقال ويسبح الراد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفا إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بفالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طرعا وكرعا وضلال بالغذو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلق كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسال توديكم بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معهم لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومواهم جهنم وبيس المياد أفمن يعلم أنما أوزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جمع جنات عدم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مهاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليك وكلت وإليه متاع ولو إن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله له جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة نوت حل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء قل سممهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القوم بل زين للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسولنا إن ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا النانات الأرض ننقصها من طرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب